اهلا بكم اعتراف لو دورت شوية بعمق في اسرار نفسك مش هتلاقي اي سبب في العالم يخليك تشوف النادي الاهلي وحش مش هتلاقي اي سبب يخليك تجدب على نفسك او تجدب على حد او تضيع من مجهود اي حد شابوه للنادي الاهلي العظيم لو قدرت تتخلص من الفكرة دي عموما هتعيش نضيف هتعيش نضيف وابيض ومسالم وسعيد وفرحان ومحدش هيكرهك عموما لقى لي فريق شاطر فريق شاطر وفريق مجتهد ومش كده كمان وبس لا درياضي بارع كمان والاهلي فريق مثالي وكاريزما وشخصية وزي ما انت عايز تقول تقول وشابوه للنادي الاهلي العظيم ولكن الاهلي لعب ماتش كبير وباقتدار ونتيجة زي الزفت عموما يا جدعان لقطة الماتش من وجهة نظر الشخصية هي لقطة واحدة فقط هي ايه لقطة الكنج الكنج يحيى عطيته الله تقولي ازاي هقولك الاهلي متقدم 2-0 على الوداد واللقب محسوم بنسبة فوق 99.9 ونص ملعب الوداد خالي تماما من اي لعبة اللعبة كلها في نص ملعب النادي الاهلي وهجمة مرتدة وسبحان الله الكنج يحيى عطيته الله وحدة رضا هيكل وحدة رضا هيكل والمصطفى غربال شاهد ما شافش حاجة توي كهرباء رايحين انفراد على يوسف المطيع التالت واللقب اتحسن في الجزيرة سبحان الله كرت اصفر فقط وديها كانت 78 عموما ضرب الجزاء صحيحة 100% ضرب الجزاء صحيحة 100% سواء اي من حسوني او يحيى عطيته الله مش متذكر اساسا اللاعب نفسه الراكشن بتاعه وهو بيعمل كده اساسا حاجة توحي انها بينالت صحيح 100% الزاوية الجانبية جابت اللاعب وهو بيهرس مش قدم الشحات من الامام عموما يا جدعان ضرب الجزاء مصطفى غربال شاهد ما شافش حاجة الظاهر انه كان متعشي عموما يا جدعان احب اقولكو ان اول حاجة بالنسبالي مصطفى شبير جميل ان يظن الناس بك خيرا والاجمل ان تكون خيرا مما يظنون مش مسؤول خالص يا جدعان مش مسؤول خالص عن الهدف لعب ماتش كبير وباقتدار وصراحة اول الشجرة نواه عموما حسين الشحات حسين الشحات من وجهة نظري وهو فيق ما يطلعش من الملعب حتى لو اديها 85 كولر اديها 84 ما كانش مغير وانا بالنسبالي باقتول مدرب كبير وعبقاري اللاعبة كلها فيقى في الملعب حتى وان معلول اخطأ هو الدفاع في هدف بعد تمرير العملود وهدف سين الدين بوهراتي احب اقول لكم يا جدعان ان الاهلي لعب ماتش كبير لعب ماتش كبير وما كانش محظوظ على الاطلاق عموما الشحات سنائيات عشرة على عشرة الشحات لعب الجناح كما ينبغي ان يكون لعب ماتش كبير لعب ماتش كبير بيعدي وممو بجسمه وسريع وتحرقات وصراحة حسين الشحات متنفس قوي للنادي الاهلي عموما ندخل على بيرسي تاو الامام بالموهبة يا بيرسي تاو هو النجاح التمسك بها هو التفوق اتطور كتير الفترة اللي فاتت وسبحان الله خد مكانه واصبح اهم لعب في النادي الاهلي بعد حسين الشحات ندخل على سيف الدين بوهراتي نزل حط البوهرات بتاعته في الدياق 85 وخلاص طبخ الطبخة بعد ما اللقب كان في الجزيرة بنسبة 99.9 اصبح 50-50 50-50 حتى في ظل تفوق الاهلي 2-1 في استاد القاهرة عموما يحيى جبران مثل العطور كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وصارت افضل ما يستروا خط الوسط وداد الامة وداد المقاومة عموما ايوب العملود ايوب العملود دفاعيا النهاردة صفر معلول والشحات تفوقوا في كل الصناعيات هجوميا كورة الهدف تمرير الهدف تشفع عند جماهير الوداد عموما يا جدعان نتيجة الـ 1-0 افضل بمراحل من الـ 2-1 نتيجة الـ 2-0 كانت تديك اللقب لان الاهلي فريق ما بيخسرش بالثلاثة براء على الاطلاق خارج الضيار الاهلي مش هيخسر ثلاثة انما احب اقولكم ان الـ 2-1 بتديك الافضلية عموما اللقب على مسافة واحدة بين الاهلي والوداد الحسم في كازابلانكا الاحد القادم بمشيعة الرحمن عموما دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة